قرار جديد وخطة استباقية تديرها الولايات المتحدة خلف الكواليس قبل التحرك لعودة العلاقات السورية التركية فهل سيقبل الرئيسان السوري بشار الأسد والتركي رجب طيب أردوغان بالقرارات الأمريكية ولماذا قررت الولايات المتحدة التدخل في تلك الفترة؟ خلال الأسابيع الماضية لم تهدأ التقارير الإعلامية عن تحليل اللقاء المحتمل بين رئيس النظام السوري بشار الأسد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على أمل استعادة العلاقات بين دمشق وأنقرار كان تركيز هذه التحليلات ينحصر في التحفظات المتبادلة بين الدولتين ومدى قابلية الوصول إلى حلول لها وحتى تلك اللحظة كانت الأمور تأخذ مجراها الطبيعي إلى تلك اللحظة لم يخطر على بال أي من الرئيسين التركي والسوري أن ثمت شروطا من طرف ثالث سيتدخل لرسم طبيعة العلاقات المحتملة عودتها بين سوريا وتركيا حيث ظهرت شروط الولايات المتحدة الأمريكية التي حددت موعدا مشروطا لاستئناف علاقات طبيعية بين البلدين ويبدو أن واشنطن الخصم التقليدي لدمشق لن ترضى بعودة مجانية لهذه العلاقات من دون وضع شروط تحددها مسبقا التصريحات المتبادلة بين سوريا وتركيا حول عودة العلاقات بينهما أثارت تحفظات البيت الأبيض وأوردت تقارير واردة من الولايات المتحدة أنها لم ولن توافق على عودة العلاقات بين الدولتين إلا بشروط واضحة السبب المعلن لتلك الشروط يتمثل في حاجة واشنطن إلى ضمانات تؤكد إمكانية إنهاء الأزمات السياسية في سوريا وتهيئة الأجواء لحياة ديمقراطية آمنة لكن السؤال هل واشنطن تريد فعلا استعادة الأمور في الداخل السوري إلى حياة سياسية طبيعية من انتخابات حرة وديمقراطية؟ الحقيقة أن ما تم إعلانه وأكدته المعلومات المسربة من مسؤولين في الولايات المتحدة ليس إلا سببا معلنا ومبررا ضعيفا لموقف واشنطن الرافض وأمام منطق المصلحة فإن مسألة الحريات في الداخل السوري لن تهم الإدارة الأمريكية من قريب أو بعيد وأن ثمت أسباب أخرى وراء الموقف الأمريكي المتحفظ بل والرافض تماما لاستئناف العلاقات التركية السورية هذه الأسباب تتلخص في أن الولايات المتحدة لن تقبل بخروجها بخروج القوات الأمريكية في سوريا وتحديدا في قاعدتي العمر وكونيكو تدير مصالح أمنية لواشنطن في سوريا أولها الحفاظ على مساحة للتدخل والسيطرة على الأراضي السورية كذلك تخشى واشنطن أي علاقات مستقبلية تدخلها سوريا تخل بميزان القوى في الشرق الأوسط كذلك تضع الولايات المتحدة نظام الرئيس السوري في صفوف الولاء لخصمها التقليدي روسيا